مرحباً من أجل ، أمنكم جميعاً بمشاهدة فيديو بشكل جيد اليوم سوف نكمل فيه السلسلاء الأنساء كنا نشكنا البس تيمبول و البس كينتينيو تنس اللي مازال ما شافهم شي رح نرى القناة أما اليوم رح نشوفه البس بيرفك تنس واللي هو الماضي التام بعد قبل أولتي لا تنسوا تديروا لايك وشارك وسبسكراب للفيديو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وتوجر نخلي لكم الانستغرام بتاعي اللي حبي يتابعني وعندها اي تساؤل مرحبا بي دونك الباست بيرفكت هو الماضي التام وعلى بالي كي تسمعوا الباست بيرفكت غا يبلكم صعيب بالزاف ولكن هو سهل جدا يحتاج برك شوية تركيز وانا بدوري راح نحاول نبسط الامور قدر الامكان وباش نسهل عليكم الامور راح نشوفوا مثال واحد في كامل الازمينة كيفاش يتبدل ونسيوا نفهموه مع بعض هدنا في الاول الباست سيمبل هو الماضي البسيط يعني حدث واحد صرا وكمل في الماضي مثلا نقول لك I brushed my teeth يعني خسلت سنية خسلت اسناني I brushed brushed هنا راح في الباست سيمبل زدنا لها ايدي بس كهي regular verb الverb brush زدنا لها ايدي بس كهي regular verb راح في الباست سيمبل سنقول لك خسلت اسناني هو حدث ماضي غا واحد صرا في الماضي وكمل هنا نقول لح باست سيمبل الثاني عندك الباس كينتينيويس اللي هو الماضي المستمر واش نعني بالماضي المستمر يعني حدث ره مستمر في الماضي ولا حدث استهلك مدة زمنية محددة عادة أكمل نعطي المفرد استهلك باش تفهمه أكثر يعني حدث استهلك مدة زمنية محدودة عادة أكمل هاد الحدث مثال نقول لك كنت نغسل سنية كما الغاتلي يعني كنت أغسل أسناني عندما نادتني أمي إذن هنايا هادي كنت أغسل أسناني ماشي كما غسلت أسناني ميجيوش كيف كيف كيز عما كين بغي نعبر عليها بالأنجلي غسلت أسناني I brushed my teeth بصح كنت أغسل أسناني هنايا هديرها past continuous past continuous نقوله I was brushing my teeth I was brushing هدا هو الفورب من تعل past continuous نديرو was ولا where ونديرو الفرب ونزيدو لها ing اسمع I was brushing my teeth when my mom called me عندما نادتني أمي إذن إن شاء الله نكونوا فهمنا past continuous إذن هو يعني حدث استهلك مدة زمنية في الماضي كنت أغسل أسناني ولا كنت أشاهد التلفاز كنت أحل الواجب وأشرب الشاي في نفس الوقت إذن هنايا هذا هو الماضي مستمر يعني واحد حدث لدى مدة زمنية في الماضي أما past perfect هو الماضي التام يجي فيه زوج أحداث واحد مر واحد الأول دائما يكون past perfect والثاني past simple علش نقول لها الماضي التام لأنه الحدث الأول يكون تام يعني كامل وبعد ما يكمل يجي مورها الحدث الثاني في past continuous يكون الحدث الأول مستمر ومورها يجي past simple مثال اللي شفناه زعماء كنت أغسل أسناني عندما نادتني أمي كنت أغسل أسناني عندما نادتني أمي ولكن في past perfect الحدث الأول حتى يكمل ويجي بعده الثاني مثال نقول لك غسلت أسناني قبل أن أنام غسلت أسناني قبل أن أنام يعني حتى غسلت أسناني وكملت عادة رحت نرقد ولي عادة رحت ننام سما توجد يكون الحدث مور حدث والتكوين نتع past perfect دائما يجي had plus past participle عندنا had تجي معا كامل subject يعني I had, he had, she had, they had يعني had ونزيدو لها past participle very easy يعني سهل جدا had plus past participle past participle دائما هو تصريف الثالث نتعى الverb for example نديو الverb eat نقولو eat eat eaten يعني eaten هو past participle متحد الverb يعني had plus past participle it's very easy ما رحش طعيب بزاف كما by example في هذا المثال نقول لك غسلت أسناني قبل أن أنا منقولو I had brushed my teeth before I went to sleep يعني I had brushed my teeth غسلت أسناني اللي هو الحدث الأول نديروه في past perfect before I went to sleep هنا ينديرو البast simple went رحف الباست سيمبول إذن هو ما فيزوج أحداث أسراو في الماضي ولكن الثاني جا بعد الأول يعني احتكمل الأول اللي هو غسل الأسنان عادة جا الثاني اللي هو النوم مثال نشوفو أمثلة أخرى بيش تفهمو أكثر نقولك أنهيت التنظيف قبل الواحدة I had finished cleaning before one o'clock شاهدت التلفاز قبل العشاء I had watched TV before dinner يعني هي مش هادة التلفاز هو الحدث الأول والعشاء هو الحدث الثاني يعني I had watched TV before dinner بعدما أكلت شربت الشاي نقولو After I had eaten I drank a cup of tea After I had eaten I drank a cup of tea Drunk رها الباست سيمبول لقد أتيت إلى الحفلة التي حدثت قبل العطلة I had came to the party that happened before the holiday So guys كان هذا هو الباست بيرفكت إن شاء الله تكونوا فهمتوه As a remark عندي معلومة زيادة دائما كيتشوفو After ولا Before تعرفوا أنه هذا هو الباست بيرفكت يعني راه كان حدث بعد حدث ولا حدث قبل حدث يعني كيتشوفو After ولا Before هذه أذن رمارك So guys that was for today's video Thank you so much for watching See you soon for another lecture and good bye